قال الرئيس المصري حسني مبارك ان الجندية الاسرائيلي قلعات شليط في صحة جيدة حسم اعتقاده كلامه مبارك جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الاسرائيلي شمعون بيريز واضاف مبارك ان هناك اتصالات ويأمل ان تنتهي قضية شليط في وقت قريب من ناحيته بيريز اعتبر ان العلاقة مع مصر اصبحت اقوى معربا عن تقديره للجهد الذي تبذله مصر لوقف التهريب ومحاربة الارهاب حسب تعبيره